قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر نهارده نصبح على ليندا وتطمننا على حالة التقص صبع الخير عليك يا ليندا صبع الخير شازلي صبع الخير زينا صبع النور يا ليندا حيالي يا شازلي الشابورة كانت كثيفة جداً وإحنا نزلين الصبح كمان التقص النهارده الصبح هيبقى مائل البرودة بالليل هيكونش ديد البرودة بيقولوا لما يبقى فيه شابورة الجو بيبقى حر شوية كلام ده مش خاص للأيام فينش فيه الشمس حتى مش الحر صبع الخير عليكم مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقص النهارده التقص هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد وهيكون فيه شابورة مائية كثيفة ممكن توصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد درجة الحرارة في القاهرة النهارده 18 وأعلى درجة حرارة في شلاتين 25 وأقل درجة حرارة في سان كاترين 12 هنتابع مع حضراتكم أحوال التقص بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية للوقت هنرجع لشازلي ودينا عشان يبدو فقرات صباح الخير يا مصر إليكم بنشكرك يا ليندا اشتركوا في القناة